مرحبا يا حلوين كيف حالكم؟ قصتنا اليوم تدور حول جد وجدة سنعبر عن الأمل ماذا تأملون بقلوبكم؟ دعونا نستمع إلى قصتنا ونفكر عن الأمل كانت الجدة مريضة فكانت ممتدة على السرير يتألم قلبي لأنك مريضة أتمنى أن أصاب بالمرض بدلا منك آمل أن تتحسني قريبا كان الجد يأمل أن تتحسن صحة الجدة اليوم سنرسم الجد والجدة نبدأ برسم السرير ترجمة نانسي قنقر نترك فراغ حكذا لنرسم يد الجد بعد قليل ليس عليكم أن تفعلوا مثلي ترجمة نانسي قنقر 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 سنرسم الجد ترجمة نانسي قنقر 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 انتم ليسوا بحاجة رسمها بالضرورة و بعدها سنة داروين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة